وفق محمد الشامي لعب خط وسط النادي الإسماعيلي على التنازل عن كل مستحقاته المالية بالإسماعيلي مقابل منحه الاستغناء الخاص به وأكد محمد الشامي جناح الإسماعيلي لإدارة النادي الإسماعيلي أنه قادر على جلب عرض للنادي بقيمة لا تقل عن 2 مليون جنيه مقابل الموافقة على رحيله من النادي ويرغى باللاعب في إنهاء مسيرته مع الإسماعيلي بشكل نهائي وخوض تجربة جديدة في مكان آخر كما يبحث الإسماعيلي عن عرض لتسويق لاعب خط وسط الفريق محمود عبد العاطي دونجة الذي ينتهي تعاقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي واتخذت إدارة الإسماعيلي قرارا نهائيا بعدم تجديد التعاقد مع اللاعب في ظل قيمة تعاقده السنو الكبير الذي يتجاوز 4 مليون جنيه سنويا وعلى جانب آخر منح الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم على أن يعود الفريق لمواصلة التدريبات السلساء المقبل ترجمة نانسي قنقر